السلام انا معاد احبوش مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندويو فيه شوية على الموضوع المقالي او الا المقالة انتو ما عارفين شن ايه المقالة وعارفين باللي عليها عشرة ديال النقاط يعني ان البلاسة اللي فيها الماكلة بزاف فيها خسك تاكو النقاط بزاف وخسك تجيب النقاط اللي غاي يمكنوك باش تجيب فوق المنسيون هي المقالة الاجبتي عشرة ديال النقاط في المقالة اعرف انك ركض من 18 حتى العشرين في الفرد او في الجهاوي اعلاش حيتاش الاسئلة الاخرين كيكونوا ساهلين وممكن تجبدهم غير من النص غير من الوثائق اللي اعطاوك اوكي دابا اغان فهمو كيفاش تكتب المقالة وكيفاش يمكنك تجيب فيها عشرة على عشرة في المقالة كان ثلاثة ديال الحويش كان مقدمة وكان عرض وكان خاتمة مقدمة وعرض وخاتمة خاصك تديرهم بثلاثة ما خاصك تزقل حتى وحدة فيهم باش تقصي الماكلة ديال النقاط كاملين خاصك ضروري تديرهم بثلاثة إلا زقلتي غير وحدة مثلا زقلتي المقدمة ودرتي العرض والخاتمة او لا المقدمة والعرض درتيهم وزقلتي الخاتمة راه كي نقصلك النقاط وانا بغيتك تقصي النقاط كاملين يعني تجيب عشرة على عشرة باش انك تجيب واحد ستة نقاط او تمنيت نقاط موهم كي بقلك انك تجيب مونسيون يكون في جيبك يعني من 18 حتى العشرين حيتي لاجبتي في المقالة عشرة ديال النقاط اراه النقاط الاخرين يمكنك تجيبهم حيتي تجيب الأسئلة الاخرين غير من الوطائق ولا مثلا المفاهيم يمكنك تجيبهم غير من راسك وهكا يمكنك تجيب من 18 حتى العشرين سوى في الفروض ديال القسم سوى في الجيهاوي اوكي اختارت هاد الفرض هادا وغنوريكم كيفاش تكتبو عليه مقالة وخاصك تعرف انك من حقك تكتب المقالة باي طريقة بغيتي بطريقتك الخاصة غير هو الجواب يكون جواب صحيح اي مقالة خاصك تبداها بمقدمة شنو خاصك تدير في المقدمة كيعطوك مثلا جملة وضعت سياسة اعداد التراب الوطني عدة اختيارات لتجاوز التحديات التي يواجهها التراب الوطني شنو خاصك تدير لهاد الجملة خاصك تشقلبها خاصك تجيب انا نفهمك كيفاش خاصك تحط الجملة الاخرة في اللول والجملة اللولة في التالي او لنص دي الجملة في اللول وكتخربق من هنا ومن هنا وكتصنع جملة بحال دابا نصنع منها جملة التراب الوطني يواجه عدة تحديات مما جعل من سياسة اعداد التراب الوطني من وضع عدة اختيارات لتجاوزها شفتي شنو درت قلبتها من بعد هاد العملية اللي درنا كنشددو كل مطالب اللي اعطاونا ها هوا ما فينعطاهم لنا التحديات البشرية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجال المغربي الاختيارات التي وضعتها سياسة اعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات هادو كنشدوهم كنديروهم على شكل اسئلة كنديرو مثلا ما هي التحديات البشرية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجال المغربي وما هي الاختيارات التي وضعتها سياسة اعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات وهكا كتكون عندك ثلاثة ديال النقاط في جيبك وساهلا يعني كتجبدها غير من هادشي اللي اعطاوك المقدمة كتجبدها غير من هادشي اللي اعطاوك فهمت يا صاحبي هاحنا دابا سالينا المقدمة اجي ندخلو في القصعدية الكسكسو الكبيرة اللي هي العرض العرض ساهل خاصك غير تحط داكشي اللي فهمتي من هاد الدرس هادا مثلا تحديات البشرية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجال المغربي الدرس داكشي من الدرس وخاصك غير تزيد واحد شوية دياله مثلا النقاط وليفي غير قيل مثلا كتبدا الجملة بواحد الكلمة بحال تتجلد تحديات البشرية وتتم خدام تا 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 داكشي من الدرس pected 70-ا تتجلد تحديات الاقتصادية تا 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 وخدام وعود تاني تتجلى التحديات البيئية تتطون تخدام وكل لوحدة ديرها بوحدتها طلب التاني هو الاختيارات التي وضعتها سياسة الاعداد التراب الوطني لتجاوز تلك التحديات شنو كتدير كتبدأها بوضعات سياسة الاعداد التراب الوطني عدة اختيارات لتجاوزنا وكتبقى خدام شنو ايا هاد الاختيارات هاده اللي درتها سياسة الاعداد التراب الوطني تكشي من طرس والحاجة اللي نقدر نصحك بها هي زوق 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 مزيان زوقت بها خاصك تزوق شوية الكلام ديالك وتقدم هنا لفيرقيل لبوان داك شي تقدع لحقو طريقو استر وإلا قديتي تدير واحد شوية ديال الرسم ترسم داك شي على شكل بحل واحد القصيدة ولا شي حاجة حاول ديرها حاول ديما تزوق باش لأستاذ يزيدك النقطة وما يلقى ما يقول في النظام ديال الورق يعني يحط لك عشرة ديالك ايوه انت سالتي العرض العرض را غير من الدرس يعني داك شي اللي فهمتي من الدرس هو اللي كيتلبولك في العرض وكتحطو انت في العرض وكتجيب خمسة ديالك ديال العرض غنساليو باش بالخاتمة ديما المقالة كتسالي بخاتمة ولكن قليل اللي كيعرف كيفاش يخدم الخاتمة كين اللي كيخدم الخاتمة من الخلاصة اللي كتكون في الدرس وهد الحاجة هدي خاطئة تماما الخاتمة اعقل انه ديما كتب دب رغم او من الرغم زعمة وخارها درت اختيارات ديال هاد سياسة لاعداد التراب الوطني ولكن راه ما زال الوضع غير لائق يعني كتب رغم ان سياسة اعذاذ التراب الوطني وضعت اختيارات لتجاوز هذه التحديات الا انها تبقى تحديات تواجه التراب الوطني لحد الان وفي المستقبل مثلا بحلقة المهم هو انه كتبدا على الرغم وتزواق تبقى ليك غير هو حاول انك تزوق وحاول انك تحط داك شيء لحقه وطريقه باش ما تخلي الاستاذ ما يقول ويحط لك عشرة ديال النقاط ديالك اللي هي الهدف ديالي من هاد الفيديو وهد الخاتمة هادة ممكن تحطة في اي درس تحطلك مثلا للحرب العالمية الاولى على الرغم من ان الحرب العالمية الاولى baixo تزالة فا اه كاتركها تؤديلت الى حرب عالمية ثانية وعلى الرغم ان الحرب العالمية سالة الا انها لان كانت عندها تبعيات الحرب الباردة الاولى والحرب الباردة الثانية انت على الرغم ديما خصت تبقى في بالك وكتسالي بشي حاجة اخر بالدرس اللي جاي من موراها وهكا غانكونو فهمنا هاد المقالة كيفاش كتكتب كنتمنى من كل قلبي انك تجيب عشرة ديال النقاط الهدف ديالي هو تجيب ديك عشرة ديال النقاط حيث مهمة لك وهي باش غتجيب المونسيون في الفرد او في الشي هاو تفهمنا يا الله ما تنساش عشرة على عشرة في المقالة الى عجبك هذا الفيديو ما تنساش تدير لايك وسبسكرايب وما تنساش تبرتاجي مع صحابك مهم اللي عجبك تديرو اللي ما عجبكش ما تديروش مهم هو تستفد انتايا ودخلو عندي الانستاجرام الى بغيتش تتواصلو معايا في سؤال او في شي حاجة واتسنو الدروس رغنلحهم في مقارب شكرا لكم الى اللقاء